من اهم اساسيات السعادة في حياتنا ان يكون عندنا ايمان بالقضاء والقدر يا رب يرزقكم دايما السعادة وحسن القدر اللو هالو مساء الجمال والسعادة ازايكم يا احلى اخوات في الدنيا يا رب النهاردة تكونوا بخير وفي احسن حال واهلا بيكم في فيديو جديد فيديو ممتع تعالوا نشوفوا مع بعض بس قبل ما نبدأ الفيديو خلوني كده ارحب بالهم خلاص اخواتي وصحاب القناة فيفي ولولي شكرا جدا على كلامكم الحل ودعمكم المستمر وكمان تحية خاصة بقى لحبيبتي ممتي لكل كلامها وكل دعمها الدايم ليا بجد شكرا جدا جدا لك يا ست الكل فيديو النهاردة كمان كده حلو لعيونكم الحلوة فما تنسوش لايكاتكم الجميلة على الفيديو واراكم في الكومنتز انتو كمان وشرفني لو اول مرة تشوفيني وعجبتك القناة واكتبيه لي كومنت عشان ارحب بيكي في الفيديو الجاي وما تنسيش طبعا اشتراكك وتفعيلك للجرس للكل عشان ما تفوتيش اي فيديو جديد بنزله مع بعض تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو كده وهعدلكم تاني المقطع اللي احنا شفناه في الاول لترتيباتها الجميلة ده فيديو لسيدة تركية كنا تابعناها مع بعض وهسيب لكم الفيديو في الاي للديسكريبشن بتاع الفيديو ده اللي ما كانش امتابعها معايا هي سيدة تركية نقلت حياتها البيت جديد ليه كمان بقى مستوى اعلى شوية فلازم ان هي كل حاجة عندها تكون جديدة كل حاجة بتزاين جديد مختلف يواكب بقى الموضة والحاجات الجديدة اللي بنشوفها كل يوم فدي كل الترتيبات بتاعتها بعد ما نقلت لبيتها الجديد اخر فيديو شفناه مع بعض ليها كنا شفنا حاجات بقى اللي هي وقت ما بتنقل والروتين بتاعها في بيتها الاولاني لكن هنا عندها كل تحضراتها الحلوة لمنزلها الجديد ده زي ما شفنا كده ترتباتها للمطبخ وحبت ان هي تجدد حاجات كتير قوي تبقى مساهلة عليها ويبقى مطبخة كمان باين كده مدر نوشيك بكل التصميم والدزاين الحلو اللي فيه زي هنا كده المكان ده طبعا هي لسه بقى جديد فبتشيل كل الورق والحاجات اللي موجودة عليه ده مكان خصصته لأدوات التوزيع وكمان منظم له السكاكين حلو بدل ما بنحطه كده على الرخامة او كده حلو انه يكون ليه مكان مخصص ده الجزء اللي احنا شفناه في اول الفيديو حبيت اعرضه تاني معاكم نشوف طريقتها في ترتيب الحاجات ده هنا عبارة عن ضرفة والضرفة نفسها من جوة فيها ادراج تقدروا تطلعوها لبرا في ديزاين برضو حلو كده جديد للمطابخ بدأت انها ترص فيه بقى كل حاجات المشروبات سواء الباكتس بتاعت المشروب نفسها او كمان الحاجات اللي بتستخدمها الكبيات بقى او الفاناجين يعني كلها في الاضراج الحلوة دي بطريقة ترتيب كمان منظمة وحلوة لكل حاجة بقى فالتصميم كمان حلو جدا جدا لمت حاجات كتير في ابسط مكان ده هنا كمان الكوفي كورنر او مش كوفي بس يعني عاملة فيه مكان للمشروبات كلها والحلو فيه برضو كديزاين مختلف لتصميم المطبخ وحديث اللي هو المكان اللي بيتفتح ويتقفل عليه يعني مش مجرد بس ان انت بتفتحي الضرفة لبرا لا تقدري كمان تدخليها لجوة فيبقى المكان مفتوح تقدري تحضري اي مشروب كده براحتك فبرضو تصميم حلو جدا للمطبخ لو بتدوره على افكار جديدة وخلاص وقت بقى مش هتستخدمه بترجع تقفله تاني كمان من افكارها الحلوة جدا للتصميم الحنفية اللي موجودة على البوتاجاز لو حابين بقى نعمل ميا وقت الاكل او كده بدل ما بنجيب في كوباية او في ازازة ونضيفها لقى على طول الحنفية موجودة نقدر ان احنا نضيف بكل سهولة الميا اللي احنا محتاجينها فبرضو فكرة حلوة جدا جدا لتصميم مختلف للمطبخ عندها من كمان الحاجات المميزة جدا في ديزاين المطبخ عندها الحوت اللي فيه بقى اوبشنز كتير سواء الميا نفسها اللي بتنزل من الحنفيات او الحاجات اللي ممكن تحطها في الحود الصفيات وكده اللي تقدر تغسل فيها الفواكه وتصفي الميا بتاعتها براحتها طبعا هي جابت هنا كل الفواكه بطريقة بقى تنظيف كده وتعقيم حلوة كلنا بنعملها بدت ان هي تسيبها شوية في الميا تنزل كل الحاجات اللي فيها وزي ما قلتلكم كده فكرة الحوت نفسها من ساعدها ان هي تغسل كل حاجة بسهولة حطتها في العلب بتاعتها ونظمت كمان التلاجة ده هنا بقى من روتين ترتبتها او تنظيفاتها كمان للحمام يعني بتهتم بكل مكان موجود عندها بخليه دايما كده في احسن صورة سواء الاماكن اللي مقفولة الادراج وزي ما احنا شفنا تنظيماتها في المطبخ او كمان الشكل من برق الحيطان الارضيات يعني روتين التنظيف اللي احنا كلنا بنعمله اللي البيت عندنا وحاجات شبه يوميا كده بنعملها بعد مخلصة طبعا كمان نضافة الارضيات وشوية من الترتبات اللي احنا بنشوفها دايما بنحطها على الحود سواء الفوض بتاعت الايد او كمان الهندوش وكمان اللي حط بقى فوضة من الورد كده كشكل ديكور كمان حلو للحمام عندها ده عندها هنا الحمام التاني الخاص بغرفة النوم برضو اهتمت بنضافة كل مكان موجود فيه زي ما قلت لكم حتى كمان الادراج من جوه ومن بره هي بتعمل كل ده قبل ما تحط الحاجات بتاعتها يعني هي نقلت للبيت الجديد فلازم ان هي تديه له نضافة كده للمكان كله قبل ما ترسل الاغراض او الادوات الخاصة بها نيجي هنا بقى ليه غرفة النوم نفسها زي ما شفنا كده روتين تنظيف للحمام الخاص بالغرفة ده هنا كمان الغرفة عندها خصصة جزء كده من الدولاب ان هي تحط فيه كل المفروشات بتاعتها اطقم السراير والمفروشات الكفرات والحاجات دي كلها رتبتها بطريقة كده زي ما شفت طريقة حلوة جدا جدا وبدأت ان هي تعمل روتين تنظيف للبيت بقى كله او خلينك خاصة هنا في غرفة النوم عندها هنا كمان برضو من الحاجات اللي احنا شفناها في اول الفيديو عندها تصميمه حلو جدا كل الادوات الخاصة بالغسيل حطها في منظمات وكمان ديزاين كمان الغرفة نفسه مسهل عليها حاجات كتير زي ما احنا شفنا كده طبعا فرشة السرير بتاعها السرير برضو بستايل وديكور حلو وهنا زي ما شفنا كده روتين تنظيفها للحمام اللي احنا قلنا عليه ده هنا تكملة بقى ليه مش بس الحوض اهتمت بنظافته لأ كل مكان حتى المكان اللي بتاع الشاور اهتمامها بالازاز المريات تنظيفها لكل مكان موجود زي ما قلتلكم حتى قبل من هي تعيش في البيت آآ لازم ان هي تهتم بنظافته قبل ما تحط الأغراض بتاعتها في آخر الفيديو انا سايب لكم آآ روتين سريع كده لبيتها القديم زي ما شفنا مع بعض في الفيديو اللي كان قبل كده وكمان سايب لكم تحضيراتها في تحضيرها ازاي للبيت ده من اول ما بدأته خالص لحد موصل للشكل اللي احنا شايفينه ده هنا كمان برضو عندها مكان برا بقى الجاردون وكمان عندها بسين حتى شايفين ان هي بتشارك في كل حاجة الحاجات اللي هي تقدر عليها طبعا في عمال بدء ان هما يعملوا لها النجيلة الصناعي ان هما يعملوا الحاجات اللي هي بتبقى هما متخصصين فيها لكن شوية بقى الترتيبات والتنظيفات والحاجات دي هي لازم ان هي تساعد فيها طبعا وبتبقى اكيد بتعملها وهي فرحانة ومبسوطة بالمكان الجديد فحابة ان هي تظهروا باحسن شكل فكل برضو الحاجات اللي موجودة عندها الكراسي الترابيزات نظفتها نظفت الارضيات وطبعا ده كان بمساعدة ابنها وبزوجها وفرحتهم بالمكان الجديد او بالبيت الجديد وان هما يقدموه باحسن شكل كده عشان يقدروا يعيشوا فيه مبسوطين فده كان برضو الجاردن عندهم واهتمامهم بيها ازاي ده عندها هنا دولاب حطت فيه كل ادوات التنظيف والحلو جدا ان هي عملتها فيه منظمات يبقى شكلها حلو كمان وفي نفس الوقت منظمة عندها المكان وده هنا زي ما قلت لكم تحضيراتها للبيت من اوله خالص كل الحاجات اللي كانت بتختارها وطبعا زي ما قلت لكم كل حاجة بتعملها وهي مبسوطة من اول ما هي اختارت الالوان اختارت الحاجات الاضاءة اختارت انواع البركي او السراميك اللي حطيته في البيت انواع الازاز كمان يعني قدت كل خياراتها في البيت وده جزء احنا شوناه في الفيديو اللي فات لما بدأت ان هي تنقل الحاجات الخاصة بيها ده كان تغلفها كمان لكل الحاجات الازاز اللي موجودة عندها عشان تنقلها وتبقى سليمة فده كان جزء من كل التحضيرات بتاعتها سواء في بيتها القديم او زي ما شفنا كده كل الجديد عندها هنتابع معها دايما الروتين والتجديدات والتحضيرات اللي هي دايما بتعملها فخليكم دايما معي لو الفيديو عجبكم عشان تتابعوا معي كده كل يوم فيديو جديد لسيدة مختلفة وكمان لو هي عجبتكم اكتبوا لي في الكومنس عشان انزلكم فيديوهات اكتر لها ده كده كان فيديو نهاردة بشكركم جدا جدا لو وصلتم معي لحد هنا انتوا احلى الاخوات في الدنيا بس ما تنسوش بقى تفرحوني بلايكاتكم الجميلة وكمان قرأكم في الكومنس كالعادة اللي دايما كده بتتدوني الدعم والتشجيع المستمر ان نستمر معاكم دي رب دايما هنتحس نظنوكم بكل حاجة تعجبكم واتفيدكم اشوفكم بكرة على خير فيديو جديد وسيدة جديدة وافكار جديدة اشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام